نظرة جمالية على معالم المدينة الأبية فيها جمال بتخطى حدود العالمية المدينة بتجمع بين الحاضر والماضي فيها صبغة معمارية تمتاز بألوانها الزهية ولعبة المنقلة من أقدم الألعاب الشعبية المشهورة عند السلطية كانت هذه اللعبة الشيقة تمارس من قبل الكبار السن فالمبادرة اللي عملناها هي إعادة الحياة لعبة المنقلة من خلال إشراق المجتمع المحلي في هذه اللعبة عرض هذه اللعبة على زوار المدينة والمشاركة فيها وأيضاً تجريب أكبر عدد ممكن من أبناء المدينة لتوريث هذه اللعبة إلى الأجيال القادمة فيها شارع الحمام من أيام أهد العثمان شارع هذا كان محتكر على الرجال يعني ما كانوا مروا من الستات على كل وقت إلا بعدين بعد السبعينات بلشت الحياة تطور شوي شوي بلشت المحلات تتغير المحلات القديمة تقريباً أغلبيتها انقرضت ظل فيه بالشارع يمكن حوالي أربع محلات أو خمس محلات بس أما أغلبيت المحلات كلها تغيرت لحلات جديدة وحديثة وبيت أبو جابر بالذاكرى حافر وعامر من أبرس بيوتها الأثرية مالك هذا البيت اسمه صالح الناصر أبو جابر واللي بنى البيت اسمه عبد الرحمن العقروق هو أصلاً من نابلس ومميزات هذا البيت إنه هو غير عن عراقته وفخامته كمان المواد المستخدمة فيه كانت مستوردة من الخارج وهذا البيت بتكون من 3 طوابخ و36 غرفة كل غرفة بتحكي عن تاريخ مدينة السلط بطريقة مختلفة فكل غرفة عبارة عن معرض مصغر بيعبر عن الحياة التقليدية وعيشة أهل السلط اللي بميز هذا البيت أكتر إيشي إنه الملك عبد الله الأول المؤسس أقام فيه لمدة 3 أشهر وكان هذا نقطة جرب سياحية كبيرة لم يدينة السلط كلها مش بس للبيت أما عن شارع الستين محبينه بتعدوا الملايين قلعة السلط كلها حظ بتشوف من خلالها جمال المدينة الخلابة الجذابة وفيها مدرسة السلط الثانوية وهي من أقدم المدارس الأردنية خرجت العديد من الطلاب واللي صاروا شخصيات معنية فأن لهذه المدرسة فضل كبير على منطقة الأردن بشكل عام من حيث فيما بعد تعيين هؤلاء الخرجين بعد إكمال دراساتهم الجامعية للعديد منهم في وظائف الدولة المختلفة ويمكن القول أن هناك عدد من رؤساء الوزارات ممن خدموا طالعا ممن درسوا في هذه المدرسة وعلموا فيها على سبيل المثال وصف التل، بهجة التلهوني، حزاع المجالي، سعد جمعة، عبدالله نسور إلى آخره من هذه القائمة الطويلة الذين عملوا أو درسوا في هذه المدرسة بالإضافة إلى أنها خرجت حوالي 72 وزيرا ومعظمهم من هذه المدرسة بالإضافة إلى بعض قادة الجيش ورؤساء المحاكم النظامية إلى غير ذلك وأيضا لعبوا دورا كبيرا في نشر التعليم في جميع أنحاء الأردن وبالسلط كمان من أقدم الأديورة دير اللاتين وبعام 2021 انضمت السلطة الأردنية لقائمة التراث العالمي تمتاز السلط بإرث ثقافي وديني وتاريخها معريق لضلوع صامدة هي السلطة العامرة اشتركوا في القناة